السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم الخاميس سبعة شعبان الف رمينة ثلاثة وعين هجرية الموافق للعشر مارس الفين اثنين وعشر الميلادية. اه عز الدين الابراهيمي يعني لو كان هاد الرجل هاد يتدرب عيفشي الف ولا الفين ويخدمه المغرب بنفس الطريقة اللي هو اخدم المغرب من خلال موقع دياله اه كاحد اعداء اللجنة العلمية المتخصة في هاد الكوفيد ويوصل حكومة بتوصيات صادقة بدون خوف بدون تردد. اه يعني يقول كريمة الحق. اه يعني ولا يخاف لو ما تلائم. اه فالصراحة لكن يتدرب شي الف ولا الفين ويمشي والمغرب. فكان اه كانت الامر تكون باخر ان شاء الله رحمة الرحيم. فالسيد يعني كيقول ذاك الشي مش اللي خسنا نسمعه. ذاك شي اللي خسو يتقال. كتحس به قريب منك يعني كأنه اه عايش معك يعني صراحة مع اه انا معجبه في الصراحة معرفش انتموه لكن انا معجبه جدا. فا اه واحد السيدة مشكورة صرت للتدوينة دياله على الفيسبوك. وبغيت متشاركة معكم. فالسيد يعني اه صافي كيقول يعني بما معنى بان الحكومة هي اللي خسادة بات تقول كلمة دياله. هو رهقل كلمة دياله. وخلى دك شي مكتوب خطيا في تدوينة على الفيسبوك. كأنه يقول اه اللهم اني اه قد بلغت. فكل واحد يعمل اه اللي يبغى في الصراحة. اه السيد كيقول لك خسرت من جهدي من مالي من وقتي من علمي. وانا فرحان. ومنك يقول مالي انا كنت يقول لان لان المغربي اللي بغيتت مشي بعيد. فما تناشي حتى يعطيك مثلا فلوس ديال ترانسبور ولا حتى يعطي واك الميزانية الفلانية ولا الميزانية الفلانية. اللي بغيتت تخدم مزيان مهم اه اجري واخسار شوية مسجم ديالك ويشوفها لك الله سبحانه وتعالى. فا اه صراحة اه عجبتني التدوينة ديالو وبغيت نشاركة معكم. كذلك بغيت نقول لكم بان هنا في اوروبا كينتو جهات للشركة ديال الطيران. بان ما يبقى بش يطلبو من الناس يعني اه في ورقة او 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 الشهادة. وانما اولا يعني شفاويا غير كي يطلبوها من اه كي يسولو انتاو انتاو ونقولو احنا بحال انتاو ميزانك تسولك تقول عندك شهادة الكوفيد كي يقولوك اياه. صافي دوس عندك البسارية واخها دوس عام الواجب ديال الكوفيد وكهذا الشرط الكوفيد ملتازم بها كي يقولوك اياه كي تقولو دوس. اللي بطبيعة الحالي ده كانشي واحد يعني كتشك فيه ولا يعني بغيت يتسأكد مية في مية بان عنو دك شي كتطلبوه دك شي. هدا يعني بان الدول الاوروبية عاقت بالناس عاقت بالضغط اللي كين على الناس. وبدت يعني كتسمح للناس انهم يتحركوا بحرية داخل الاتحاد الاوروبي. وقمتعنا هدا هو الهدف بينه. هدا هو الهدف من انشاء الاتحاد الاوروبي. هو تسهيل الحياة ديال الناس. فا اه هدا ما يعنيش بانك ما تعملش الواجب نتكم صافار دائما البيس اير ولا الشهادة اللي تلقيها اللي كانت عندك. اه اه ولا ما نطور لكم. دوسوا نشوفوا التدوينة ديال از الدين ابراهيم. اول ما كيبدأ به التدوينة دياله هنا يا انتما كتشوف هذا الحساب دياله يقولوك لنجرؤ على التفاؤل ولنجرؤ على الحياة بالتعايش مع الفيروس. فهو يقول لك نتفاؤله ونعيشه وصافي هذا الفيروس هذا نعيش معه. كثيرا ما يستوقفون المواطنون بالشارع. ويسألونني هل بعد الخروج من موجة اوميكرون نكون قد خرجنا من الازمة. يعني الناس منك يوقفوا في الشارع يسولوا واجدب خرجنا موجة اوميكرون وسالينا هات الشهادة. وغالبا ما اجيب بكل عفوية نعم الموجة الوبائية تسالات ولكن الفيروس ديالكورونا راه باقي معنا. مما يعني ان المرض لن يختفي نهائيا. طبع الحل فحل امراض كاملة من كتبانا يعني راه كتبقى والانسان كيتعيش معه وكيتدوى منا. ورغم ذلك يجب علينا ان نجرؤ على العيش كيقول لك نعيشه. فان لم يقتلنا الكوفيد فليس من حقنا نجعل الخوف منه يشلونا على الحياة. طبع الحال كيقول لك لا مقتلناش للكوفيد هذا صافحنا ما عاديش نقوم بترعد ونوقف الحياة. وحتى نخرج نهائيا من الازمة وجب علينا ان نحدد ركائز الخطة التي تمكننا من ذلك يعني خلنا نتعملوا مع هذا الامر هذا واحد طريق. فهل يعقل ان نقول ان الازمة هات بدون استخلاص اي دروس كيقول لك يعني ممكنش نقول له تسالة الازمة بلا ما نتعلموه. شنو خلنا نتعلوم هات الشهادة ونعملوا واحد الخطة باش آآ يعني ما بعد هاد الكوفيد هذا وكمساهمة فردية في اغناء النقاش وقبل حد يتعرف على القويد سأقدم اي قراءة في مرتكزات خطط بعض الدول التي اعلنت عن نهاية الازمة او قربها ركائز الخطة الخروج من الازمة يعني كيقول لك عادي نشوف ده بالدول اللي خرجت من هذه الازمة هاتي شنو كتعملو وشنو اللي عملت يعني يعني السيد عامل الدروس دياله هانت هذا الشي باستخلاص والكتابة واللغة العربية السيد عارف يعني يحلل القضية عادة كيدوزلك النقاط اللي اللي مهمة. آآ ركز ماشي بحاشي برلمانيين يعني كيش مرة كيدخلو لا حول ولا قوته الا بالله. دائما كنحاول نتجنب السياسة في الفيديوهات ديالي ولكن بعض احيان كنتشوفهم في البرلمان يعني حتى السؤال لا يطرح بالطريقة الصحيحة وإلا كان السؤال لا يطرح بالطريقة الصحيحة فكيف يفعل الاجابة عنه عادة كدلك بالطريقة الصحيحة فكيقول لك يعني بالفعل قاعد اعلنت بعض الدول الغربية والعربية عن ركائز خطتها الخرج من الازمة يعني سابقا تخرج من الازمة وعند خطة باش قاعد تخرج من الناول التي يمكن نستخدسها في النقاط التالية. شنو هي هاد النقاط هذي اللي آآ يعني عملتها الدول هذي باش خرجها من الازمة وبادتك تتحرك كتنساها ازالة ما تبقى من القويض المحلية. يعني فوس الدولة ما تبقاش القويض صافية. مش انت عاد مش القيادة تعملش حاجة خصيك تلقيه. عاد مش الكوميسارية جيب لاكرت خصيك تلقيه. نعم فبتوفر عدد من المعايير العلمية والصحية المستقرة. العديد من الدول هزدك القويض هذي كساف ما بقاتش. وبعد استقراء المعطيات المغربية يتبين انه يستوفي كل معايير العلمية الاساسية التي استعملتها جول الدول كشروط للرافع. يعني يقول لك سال المغرب راح داخل في هاد الايطار هذا. وفعلا راح استعمل آآ يعني تهو راح في النيفو ديال انه هي يرفع الشروط المحلية لداخل المغرب. فانتشار الفيروس بالمغرب ضعيف جدا. ولا يوجد اي دقط على غرف من طرف مرضى الكوفيد. ادراك في اللجنة العلمية دي الهد الفيروس هادا وهو عارف بان سافك يقول لك المغرب ما بقاش في هاد المرض هادا. كان يعني انتشار ضعيف جدا ويعني ما بقاش الدقط على الغرف بحل اللي كانت يعني شكون احسن لهذا السيد هادا باشي قلنا هاد الخابر هادا اللي هو كان مشرف على هاد الفيروس هذا من لول حسن الله خير. والجدار المناعات المغربية يجمعوا بين التلقيح والإصابات. يعني سفي المغرب راح وصل ذلك المناعة الجماعية اللي كانوا كيضروا لها ما بين التلقيح والناس اللي تصابوا وبراوا. وآخرا بعد موجود اي متحورات جديدة يعني ما كانش شي فيروس جديد. اظنوا انه من هذه المؤشرات المستقرة في المستوى الاخضر يمكننا الرفع من القليل من القيود المتبقية. يعني انحيضوا علينا هذه القيود هذه والتي سأعود اليها في نهاية التدوينة. يعني فمع انهاء الاخر لوائح مكافحات الكوبيل المحلية المتبقية. نتقلل مرحلة القيود الحكومية الى المسؤولية الشخصية. يعني كيقولك دبا اي واحد مواطن خصوه يعني يتحمل المسؤولية دياله. وانتحس يقولك علينا ان نقبل ان نستمر في تطبيق الاجراءات الاحترازية بخاطرنا يعني. فالقضية ديالة الكمامة وكذا. فكل واحد يعمل يعني الاحترازة دياله بوحديتهم يحتاج شي حتى تقول لك الحكومة شي حاجة ولا اضغط عليك. لان التوطن هذه السلوكيات يمكنها من العيش والتتعايش مع الفيروس كله الكورونا والانفوانزة واي بكتريا اخرى واي مخلوق اخر بغاي يدخلون الدست دياله ويقتل عليها بحل اللي قال يعني ويقتل المواطنين ليوم ولغ الدولة في المستقبل. فبالتالي بحل اللي قال اخطنت على المدوره اسم هاد المرض هادا اللي دست. ثالثا حماية المسنين والاشخاص في وضع هالشوط عبيد الحال الناس اللي كبارين. فاااا يعني الانسان خسي يهتم بهم. اذا شافهم مرادين. اذا شافهم يعني اياه. ولكن هنا خسي حتى الدولات عملت دور دياله. ما شغل الناس فيما بينا تمول العوائل ديال هاد الناس اللي كبارين وعينين. مواجهة بما نقوم فيه مواجهة من الفيروس الاخرى. وتأكد على ان اللقاحات تبقى خط الدفاع الاول لدى فيروس كورونا والفيروسات الاخرى التي تؤدي بحياته الفئة الاكثر ضعفة. مهمة النقطة هذي كي بزاف ديالناس يكونوا متفقين. بزاف ديالناس ميكونوش متفقين. النقطة الرابعة. فكي يقول الحفاظ على المرونة في مواجهة المتغيرات المستقبلية من خلال دعم مراقبة وبائية وجنومية مستمرة وطنية. يجب استشعار ظهور وانتشار اي متحول فيروس جديد قبل انتشاره مما يمكن عندي ما تدخل الاستجابة ان تعمل جيدا قبل الوقوع في اي حالة الطوارئ قادمة. يعني السيد هذا هذا رجل دولة فيما يخص الصحة. السيد يعني يعني يدعو الى يعني واحد الخطة باش ليبن نهتش هذا مرة اخرى. ما نعودوش نطيحو فنفس الخاطع. ما قاوش دول حدود ازم المجتمع خسر الاقتصاد ديال البلاد. اللي يقول لك يعني اخنا يعني يكون عندنا مراقبة وبائية. يكون عندا شيء منظومة. يكون عندنا يعني شيء خطة. خامسا تخطيط ولا استعداد لأي طوارئ. اهو يقول يعني بصريح العبارة لأي طوارئ صحية مستقبلية بالرفق من القدرات الاستشفائية بالاستثمار في البنيات التحتية. يعني نزيدون بنية المستشفاية. هذا الكلام عم موجه الوزير الصحة بطبيعة الحال لان هو الان مسؤول على الصحة في المغرب. وتكوين مستمر لأطبائنا لأطور الطبية في مجال مستعجلة والانعش. يعني يزيد يكونوا الأطباء يزيد يكونوا الممرضين الناس اللي مختصين في في المستعجلات والانعش. مما سيمكن من ادماج خدمات الصحة العامة الطريقة والتغطية الصحية الشاملة. ما قلت واحد القضية انهم يخلصوا الناس مزيان باش الناس استخدم مزيان. لانا الهدف اللي كيموتي في الناس هو الفلوس. يعني باش نكونوا واضحا. وهذا من شأنه ان يضمن استثمار جامع الخدمات الصحية والاجتماعية خلال الازمات. ولنا الموضوع ده قريبا ان شاء الله نتمنى وانا اقتدرنا فاتش هذا. وحنا احنا معكم نتبعون ان شاء الله. سادسا الاستثمار في البحث العلمي وخصصا في الميدان البيو الطبي. فليس ككل مرة ستسلم الجرة. يعني طبيعة الحالة. يعني ايوانون قون استثمار في الديور من يعلي. فكذلك حسنا استثمار في الطب والصحة بحال اللي عملت الدول الغربية. فليس ككل مرة يعني مش دايما نعدز القضية آآ طريفة. يجب تكتف الخيرات ونفتحه الاستكشافات العلمية التي حقق تقدما تاريخيا تسلسل الفيروس في عشرين يوم اللقاحات يعني في قدون نشر شهر. الى منافع صحية عامة يسهل الوصول لها بشكل يعني معقول الكشف المبكر لقاحات الخبرة يعني كيدعوه. انا ديك شي ولي محلي يعني ولي انها خبرة محلية. والسيد واتق من رأسه لانه عارف رأسه هو على شقدر. وكندن يدع طواه يعني الحرية دي لانه يوجد ان هاد الامر هادا فكندن السيد يقدر يمشي بالصحة دي للمغرب بعيد. من بعد اهدرنا على الحدود والشروط غير بلا تعريكم وفي هذا الاطار يجبوا الايشادة بالرؤية المولوية في هاد الميدان من خلال اه جعل البيوت تكنولوجيا اولوية مغربية. فما داعم بقية القويد. يعني كيدر على الرؤية دي لصاحب الجلالة بطبيعة الحال. فصاحب الجلالة الملك محمد السادس راها راها في الخطبة دياله يدعو الناس باش يعاونوه يعني بالسياسيين ورؤساء الاحزاب الامناء العامين ديال الاحزاب يعني يتاوه ما رخصهم يخدمون موقع دياله محتوى مخصوم يمشيوا بهذا الشيء هذا بعيد بحلها السيد هذا لا كانوا كاملين نخدموا بحلها السيد هذا. والله ترى هي تكره هي الامور باخير. في الحقيقة وبعد عودة الحياة للملائب الريادية مهم وكيكمل وبدون قيود او شروط يجب ان نبقى منساجمين مع انفسنا علميا وتدبيريا برفع او تخفيف اه بعض القيود او الشروط المقيدة المتبقية. يعني الرجال وهو وهو كيقول لك دبا اه شوفا سيدي مادم طرحنا خلينا الملائب ندخلوا لها ونهضروا عليها. فمادم ما خلينا الملائب ندخلو نتفرجو. ويعني سافي حيدو ذاك القيود والشروط. وكيقول لك خسنا نكونوا منطقيين مع الرس دينا. يمكنش الملائب ندخلو لها وامور اخرى ما نعملوها شي. فالشروط خسنا تخفف او لا ترفع بعض القيود متبقية. هنا كيعطي امثلة. كيقول لك اولا. كما قلنا كيعطي امثلة على الشروط اللي اللي خسنا ترفع او لا اللي ترفعت وكيفاش كيتسم التعامل معها. فكيدر على المساجد. كيقول لك فهم هذا اللغة حول اماكن الوضع بالمساجد وعلاقة ذلك بالجافة والازمة في العالم. ولكن اذكر هنا ان مساجدنا يجب ان تبقى نظيفة وطاهرة. يعني السيد كيقول احترى ديالو كانسان مغربي مسلم يعني كيعرف كيف تتمشي الامور في المساجد. فلا فلا يعقل ان يلتزم كل شخص منا بالنظافة في الدار ديالو. يعني في بيته الانسان يكون نظيف. وينما يبشي المسجد يعني يوسخ الحمام ويعني ما يكونش ذاك شي نظيف. والله خير حمل وليدين حيدوا هادوك سناد المقطعين امام اماكن الوضع. فتلك الصورة تسيء كثيرة للمسلمين. فهو احتى الصورة الجمالية او لا يعني احتى الانطباع اللي يقدر يخليه المسجد او لا اماكن الوضع. الاشخاص اخرين لربما يكونوا غير مسلمين. يعني اليوم الصحافة والتصاور كتخلش في اي براسة. فكيقول لك ما نعطيهش صورة سيئة اه يعني للمسلمين. النقطة الثانية كثير من الدول كدر على الدول اللي احتفظت فقط بالتحليل السربي لدخول اراضيها. هنا ايضا لنا على الشورط. وبعد ان اثبات المساطر المغربية نجاعتها اظن ان محاكاة هذه الدول سيمكن من تخفيف من معاناة مغاربة العالم وتنافسية اكبر لسياحتنا. يعني السيد بكل وضوح كيقول لي يأكد على انه يعني ما يبقاش غير ملقحين ما يدخلوش للمغرب. ويكون اختيار ويكون البيسي اير واللي تلقح تلقح يدخل بتلقيه. فيعني آآ الكلام دياله يعني رهواضح. كيقول لي بحال الدول الاخرين احنا نعملو بحاله. بالنسبة للحدود البحرية علينا ان نفكر في فتحها بما ان مساطر المغربية كيقول لك سالحود البحرية خصت تفتح. وانها كانت مفتوحة رغم الايام السوداء اللي جايحها كانت مفتوحة بطبيعة الحال. بالنسبة الاقتصاد هيك يدخلو لي كونتوناير كتدخل للسلعة كتخروج السلعة. اما بالنسبة للحدود البحرية مع اسبانيا فانا مع قرار صيادي لبلدي. متفق معك مية في المية. حتى انا بطريقة الحال آآ يعني كان عرف بانه كان عاني وما كان هبطوش صيارات ديالنا ما كان هبطوش بدلي يعني ما كان هبطوش على راحتنا. ولكن صراحة هذا قرار صيادي للمغرب. والمغرب آآ يعني كان لازم يعمل حد لبعض الدول اللي بحال اللي قال جلالة المالك محمد السادس. انه عامل رجل هنا ورجل هنا. وما كان عارفوش ما عامل هما آآ فين ماشيين وما عامل ماشيين. فليكن لي منه ان يضحي لي دعم الموقف المغربي الشجاع. انا عارف هاد الهدراء دي ما عارفوش ما عارفوش ما عارفوش ما عارفوش ما عارفوش بزاف ديال المتابعين. ولكن الاخوان آآ آآ ما صادق معاكم في امور اخرى خطين يكون صادق معاكم في آآ يعني في الرأي ديلي حول هاد الهد الامر هادا. رغم ان را عارف زافوش ديال ناس كتعاني خصوصا الناس ديال سبتهم ليليا مساكين را كادروا معي بعض الاخوان يعني راهوما مخنوقين. فليقول لي منه ان يضحي لدعم الموقف المغربي الشجاع. كما فعل اخواننا في الشمال مجاورنا لسبتهم ليليا سليبتين. وفي الخيطة وبمناسبة للذكرى الثانية لأول حالة كوبيد المغرب والتي تصدف الثاني من مارس وخرجنا من موجة اوميكرون. نكون والحمد لله قد قطعنا شوطا كبيرا في التعايش مع الفيروس. يمكننا ان نرى المستقبل بكثير من الامن. اثمن وافتخر كثيرا بما قمنا به جميعا. بارك جمعيا لان هذالكلام هدا عندي نعرفوش كل واحد الشخص هدا وكيفاش كيتعامل وكيفاش تعامل علام مع هذالأمر هدا والصراح هذا هو اللي كنحتاجه. كنحتاجه شوية ديال الانسانية وشوية ديال التامغرابية وشوية ديال الواحد يكون قريب منك ويحسك بانه كيف يفهمك انتا كالشعب. فهمت. وقال لك على مستوى الشخصي ممتن لثقتكم واحتز بشهادتكم. فعلى مدى عامين وانتم تحتدونني تحتدينونني بمحبتكم وتواصلكم وتشجيعاتكم. لقد حاولت بتطوء وباحتساء وبكثير من المحبة ان اساعد بلدي. يعني كتر من الوطنية هذه يعني عادكم عنده وطنية سيداتكم عنده وطنية كتر من ذوك الاحزاب اللي كيت قتلوا على الكلاسي في البرلمان وكلاسي الوزراء. والله يشاهدوا على انني لم ابخل. لا بجهدي ولا بعلمي ولا وقتي ولا مالي الخاص. يعني السيد عمل طبي دياله بجهد دياله. وبذىك العلم اللي يتعلنوا يعني استثمروا في هاد الامر هادا دي الجائحة. يعني بشي يعطي لنا صائح دياله والتوصية دياله الصحيحة للحكومة. ولوقت دياله بطبيعة الحل لان رأى يعني الزائحة الطبيب اللي كان يخدم في الوقت العادي مشيه واللي يخدم في الجائحة. فما بالك بالمستوى دي لا السيد هذا المركز اللي يعني كان يشغله في الدولة واللي بقي يشغل في اللجنة العلمية يقول لك أنا عملت الجهة والعلم ديالي والوقت ديالي ومالي الخاص وأنا كن صيغك وكن قل لك ياه لأن في المغرب erste بحال أوروبا متاين كيمشي واحد كيعطيها الدييتا يعني يعطيها الفلوس ديال الاوتيل كيعطيها الفلوس ديال المكلة يعطيها يعني إلا بغيتي في المغرب تمشي بعيد وتخدم مزيان ودائما خطيك تلقشي حاجة مجيم ديالك وأنا شخصيا كان صيقة كس إبراهيمي متيقنا ولم يمالي الخاص متيقنا وطول هات السنتين بأن ربنا لن يخضر هذا البلد المبارك هذا كتحس به أنا قلت لك مغربي مسلم يعني ابن جلدتك وكما أنا سعيد لأنه شي مرت في الخطابات ديال السياسيين كتحس بيهم بعيدين عليك كتحس أنت تقول واش مالي أنا بوحدتي أنا مغربي أنا بوحدتي اللي بوحدتي اللي عادي نكافح بوحدتي اللي غادي نغامر بوحدتي اللي غادي كي تسمى يعني نخاطر ونضحي لا يعني كتحس سيد بحاله بحالك وقال لك ديال الوقت دياله وديال العلم دياله والفلوس دياله ولكن بالنسبة له وماشي دياله وإنما يعني استتمر ذاك الشهادة وكما أنا سعيد وأنا أرى المغرب يجرؤون ويقدمون اليوم عن الحياة بكل نهم ويتسألون هل انتهت الأزمة فأبتسم حفظنا الله جميعا تبارك الله عليك السياسي الدين